جوال LG اللي يتميز بالشاشتين والكاميرتين يرجع مرة ثانية هالسنة ويتقلق من جديد السلام عليكم بنقدم لكم اليوم استعراض شامل للجوال LG V20 اللي يجينا بعد ما فاجأنا جوال LG V10 السنة الماضية وما كنا متوقعين فعلا الهاتف مقارنة بالماضي تصميمه تغير وصار اشبه بالG5 اللي شفناها السنة جسم الجهاز بالكامل من الالمنيوم والجسم يعتبر شبه موحد بتعرفون ليش لاحقا في هالفيديو والجهاز لما تمسكه بيدك تحس من جد انه صلب ورغم ذلك وزنه خفيف ولما اتكلم عن الصلابة فأنا يعنيها فعلا لأنه يقدم مقاييس عسكرية لتحمل الصدمات مثل ما هندستها LG فزر التشغيل وقفل الشاشة موجود في الخلف وأيضا هو حساس بصمة وأداء سريع جدا في الأسفل عندنا منفذ USB-C واللي يرتقي للمقاييس الحالية وجنبه على طول عندك منفذ الصوت منفذ الصوت يدعم كواد داك واللي بيعطيك جودة صوت أعلى من المعتاد إذا عندك السماعة المناسبة تتذكرون لما قلنا لكم أن تصميم الجهاز شبه موحد السبب هو أنه في زر جانبي يخليك تفتح الغطاء الخلفي هالشي نادر هاليومين وهي أن الشركات تعطيك الخيار أنك تفتح البطارية الخلفية فخصوصا في جوالات الفئة العليا الجهاز من ناحية الأداء كان مرة سريع معنا وطبعا فيه معالي سناب دراجون 820 4 جيجا بايت ذاكرة عشوائية و64 جيجا بايت ذاكرة تخزين شاشة الجهاز 5.7 إنش شاشة كبيرة طبعا نوعها IPS دقتها QHD ما في شي خارج عن المألوف هنا وإداء الشاشة كان ممتاز جدا سواء بالألوان بالفيديوز أي شيء تستخدمها فيه رح تعطيك أداء ممتاز بس اللي يخلي هذا الجهاز فعلا مختلف عن أي شيء ثاني هو الشاشة الثانوية اللي تجي معاه وهي شاشة صغيرة موجودة أعلى الشاشة الرئيسية تختلف عن نسخة السنة الماضية إنها صارت أكبر شوي والإضاءة فيها أعلى أما استخدامها فهو نفسه ما تغير تقدر تستخدمها عشان توصل لبعض التطبيقات بسرعة أو تشغل بعض الأشياء مثل الواي فاي بدون ما تفتح الشاشة الرئيسية وللأمانة لسه أشوفها من أكثر الأشياء المفيدة في الفي 20 خصوصا لما تكون مشغول في الشاشة الرئيسية تسوي شيء وتطلع التنبيهات في الشاشة الثانوية وما تضييق على الشاشة الرئيسية الجوال هذا كان من أول الجوالات اللي تقدم كاميرتين في نفس الهاتف السنة الماضية قدم لنا الشاشة العريضة السنة هذه الأمور ما تختلف كثير العدسة الرئيسية رح تكون 16 ميجابيكسل وهي كاميرا عادية أما العدسة الثانية 8 ميجابيكسل وتعتبر عدسة عريضة يعني وايد نتائج التصوير الثابت معنا في النهار والفيديو تعتبر جيدة جدا لكن لما ننتقل لظروف الإضاءة الضعيفة تبدأ النتائج تصير مخيبة هذا بالنسبة للكاميرا الخلفية أما الكاميرا الأمامية اللي هي 5 ميجابيكسل صراحة النتائج معها كانت أقل من عادية ومن الأشياء المميزة اللي وما حد توقعها هو أن الجوال يعتبر أول جوال في العالم ينزل مع أندرويد 7 حتى قبل جوال جوجل بيكسل ومن الخواصل الجديدة مثلا اللي قدمها أندرويد 7 جوجل إن عاب سيرش واللي خليك تبحث في التطبيقات نفسها وحاليا يعمل مع بعض التطبيقات مثل جيميل ويوتيوب وأيضا عندنا خاصية تعدد النوافذ اللي تسمح لك تشغل تطبيقين بنفس الوقت على الشاشة الرئيسية كان ودنا نعطي تقييم نهائي للجوال على موقعنا كالعادة مثل الجوال الثانية لكن للأسف LG عطتنا جوال ما فيه إمكانية لإدخال شريحة الجوال وبالتالي فيه أشياء ما قدرنا نجربها مثل الاتصال وجودته ومثل سرعة الفور جي لكن بعيدا عن ذلك وباستثناء أداء الكاميرا اللي ما يرتقي طبعا للجوالات الفئة العليا اللي موجودة حاليا فكل شي ثاني موجود في الجوال رائع ويشتغل بشكل رائع وسلس وداء ممتاز وأيضا مريح في الاستخدام يعطيكم العافية على متابعة مراجعتنا كالعادة ولا تنسون يا شباب اللايك ونشر الفيديو عشان نقدم لكم أشياء أكثر في المستقبل شكرا لكم وكان معكم محمد بسيمي